اشتركوا في القناة وهو صمامات القلب يعني ايه صمامات القلب وازاي بيتمرد وازاي اللي بيمردها وازاي اشخص المرض بتاع صمامات القلب وازاي اعليجها وازاي المفروض المريض يبقى عارفه عن الموضوع ده علشان يبدأ انه هو يتعامل بسهولة مع مرضه الحقيقة ربنا سبحانه وتعالى خلق القلب ده القلب عبارة عن مضخة عضلية فهو النسيج بتاعه نسيج عضلي سواء الاربع حجرات اللي هو القزينين القزينين يعني اتنين قزين والبطينين يعني اتنين بطين دول مخلوقين من نسيج عضلي نسيج عضلي بيومكون من خلايا عضلية الخلايا العضلية دي بتنقبل وتنبسط عشان تضخ الدم لكل انحاء الجسم وتستقبل الدم مرة اخرى عشان تبدأ ان هي تخليه مؤكسد وتستمر الدورة عشان نضمن سرايان الدم في اتجاه معين او ربنا سبحانه وتعالى خلق السمامات سمامات القلب دي هم اربع سمامات مفيش غيرهم سمام المترالي والسمام الاورطة والسمام الثلاثي والسمام الرئوي الاربع سمامات دول وظيفتهم بيسمحوا بمرور الدم في اتجاه واحد علشان الدورة الدموية تستمر يعني ما ينفعش الدورة الدموية شوية تمشي مع عقارب الساعة وشوية عكس عقارب الساعة لا كده يبقى فيه لخبطة ومن ضمن مرض أي صمام أنه ممكن الدم يمشي كده شوية وكده شوية وده أبقى مرض ومرض محتاج تداخل وعلاج وكده فالصمامات دي ربنا وسبحانا الخالق خلقها عشان تسمح بمرور الدم في اتجاه واحد وهو اتجاه السليم للدورة الدموية مثلا السمام المترالي بيسمح بمرور الدم من الأذين الأيصر إلى البطين الأيصر السمام الأورطة بيسمح بمرور الدم من البطين الأيصر إلى الشريان الأورطة ولا يسمح بالعكس السمام السلاثي بيسمح بمرور الدم من الأذين الأيمن إلى البطين الأيمن والصمام الرئوي بيسمح بمرور الدم من البطين الأيمن إلى الرئة أو إلى الشران الرئوي عشان يروح للرئة عشان يتأكسب مرض الصمامات دي بيتسبب في لخبطة في الدورة الدموية فالدورة الدموية إذا المفروض إحنا هنحصل منها على ميزة 1, 2, 3 وإن القلب يشتغل بصورة كويسة عشان يؤدي مهامه وأهدافه بكفاءة لازم تبقى الصمامات دي سليمة بمعنى أن الصمام ده لو أي صمام في الأربعة دول لو فيه أي خلل هيحصل خلل في الدورة الدموية وخلل في سراين الدم وخلل في الآخر في الوظيفة اللي المفروض القلب يقوم بيها وهي أنه يغزي الجسم كله بمعنى أن الصمامات يعني ما يحدث فيها من خلل حاجة من اتنين يا إما ضيق يا إما تكسير وارتجاع الديء والارتجاع دول لو الديء يعني بدل ما الصمام له مساحة معينة ولنفترض السلام المترالي مساحته خمسة سنتي مربع لو بقى أقل من كده بيعمل أعراض أن الدم بيمشي بصورة أقل مثلا إذا كان أربعة أو تلاتة سنتي أو اتنين سنتي أو واحد أو أقل من واحد وهو الأقل من واحد طبعا هيبقى الحالة الأشد ولهو أربعة أو تلاتة ونصف ممكن العيام ما يحسش أصلا أن فيه دي وفيه ارتجاع ارتجاع يعني المفروض الدم لو فيه مثلا الصمام المترالي الدم يمشي من الأزين الأيسر للبطين الأيسر ده السريان الطبيعي بنجد أن فيه شوية دم بيرجعه تاني للأزين على غير الطبيعي وعلى الاعتبار المرضي فبيؤدي أن الدم بيمشيش في اتجاهه مظبوط فبرضه بيؤدي لنقص الإمداد الدموي للجسم وبالتالي بيبدأ الإنسان أو الشخص ده بيعاني من نقص الإمداد الدموي وبالتالي فبيبدأ يهبط بيبدأ ده قلبه بيدق بسرعة يبدأ ينهج يبدأ 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 الصمامات دي أمراض بتنشأ نتيجة مرض آخر يعني إيه اللي هيخلي الصمام ده يديق أو إيه اللي هيخليه يبقى متكسر أو متليف أمراض أخرى الأمراض دي منظنها أمراض وراثية يعني أمراض الإنسان مولود بيها في معظمها بتبقى نحية اليمين اللي هي في الصمام الرئوي يعني معظم أمراض الصمام الرئوي هي أمراض بنشوفها في السن الصغير بيبقى الطفل مولود بيها كده أمراض الصمامات وكل الصمامات ممكن يبقى فيها عيوب مع الولادة يعني ممكن يبقى فيه ديء في السمام المترالي أو الأورطة أو الرئوي أو ارتجاع أو كده وبيبقى ده ممكن يبقى لوحده أو كجزء من متلازمة عيب خلقي أو عيب في التكوين بتاع القلب أثناء الجنين وأثناء هو موجود في بط أمه فيه من ضمن الأمراض الأخرى اللي بتتسبب في حدوث أمراض السمامات الأشهرهم وأكثرهم انتشارا هو الحمى الروماتزمية الحمى الروماتزمية دي هي أكتر مرض في الدول العالم النامي اللي هي الـ Developing Countries اللي هي زي مصر بتبقى منتشرة مرض اسمه الحمى الروماتزمية والحمى الروماتزمية دي بتبقى نتيجة حدوث التهاب بالمكروب السباحي للجهاز التنفس العلوي اللي هي اللوزتين والحلق ونتيجة هذا الالتهاب الجسم بيكون له أجسام مضادة والأجسام المضادة دي بتروح تتفاعل أو بتضرب النسيج الضام في الجسم وزي يعني هي تخيلت أن النسيج الضام ده هو العدو بتاعها وده على سبيل المرض أو سبيل الخطأ أو كده النسيج الضام ده موجود في المفاصل موجود في القلب موجود في المخ موجود في الجلب ولما بيدرب القلب بيبدأ يعمل التهاب في القلب في كل تكوينات القلب من العضلة للصمامات للغشاء الطاموري ولما بيحصل الالتهاب ده ممكن يؤدي إلى حدوث التهاب حاد وبعد كده بيحصل زي تلايف أو تكلس أو يعني أن الصمام يتشوه أو يبوز أو كده والصمام وقتها بيبدأ أنه هو يبقى مريض يبقى يا إما يحصل فيه ضيق أو ارتجاع من ضمن برضو أسباب أمراض الصمامات ممكن الزبحة أو الشرايين التاجية بيحدث ممكن ارتجاع في الصمام المترال ومن ضمن أسباب أمراض الصمامات ممكن يبقى اللي هو التهاب اللي هو الانفكتف اندوكارديتس أن يحصل التهاب مباشر للصمامات وبعد مثلا عمليات حتى بتبقى في بعضها عمليات صغيرة زي خلع الأسنان أو التعامل مع طبيب الفم والأسنان بدون ما ناخد وقاية أو محاذير عدم حدوث الالتهابات اللي ممكن تحدث في الصمامات ومش لازم الأسنان وبس يعني كل الماينور برسيدور اللي هي العمليات الصغرى اللي ممكن في الآخر تؤدي لحدوث التهابات في صمامات القلب ومن ضمن أسباب أمراض الصمامات ممكن نقول الأوتو اوميون دي سيزي اللي هي الأمراض المناعية زي الزئبة الحمراء زي الروماطايد بيؤثر بصورة نسبة مش كبيرة قوي بس بيؤثر على صمامات القلب التأثر على صمامات القلب سواء بالديء أو الارتجاع وسعب بيبقى الصمام فيه ديء وارتجاع يعني الصمام الواحد بيبقى فيه الاثنين باثولوجي الديء والارتجاع ده بيعمل ايه؟ تعالوا نتخيل ان المفروض القلب بيقوم بوظيفة معينة هو انه هيودي مثلا مثلا هو بيودي خمسة لتر دم في الدقيقة بيخرجه من القلب عشان يغزوا الجسمه كله لو فيه ديء الديء في صمام مثلا الأورطة فبدل ما هيخرج في الديء خمسة لتر دم لا هيبقى أقل من كده بيقى حاجة اسمها لو كاردياك أو بوت نتيجة الديء في الصمام الدم مش عارف يخرج بالكمية المعتادة عليها أو المحتاجها الجسم أو اللي الخلايا عايزاها أو اللي أعضاء الجسم عايزاها فبيحدث ايه؟ بيحدث ان الجسم يبدأ يحس بحالة اللي هو الإرهاق حالة انه هو مثلا الدم اللي رايح للمخ قليل للرجلين قليل وبدرجات لانه ممكن الديء ده يبقى درجة شديدة أو درجة متوسطة أو درجة بسيطة لو هو درجة بسيطة ممكن المريض أصلا ما يحسش بحاجة خالص إلا إذا لو جري لو طلع سلم عالي لو بزل مجهود كبير لو أكل أكلة فيها ملح زيادة يشعر الدايق انفعل يشعر بالأعراض مع هذه الأمور اللي بتحث القلب أو الجسم عايز احتاجات أكتر هو فيه إصابة متوسطة أو بسيطة ما كانش الجسم حاسس لكن مع الإحساس الزيادة ده اللي هو المجهود الزيادة بدأ الجسم يحس بالأعراض الأعراض دي إن الجسم نفسه بيحاول يعود هذا الأمر فبيعوده إزاي؟ بيعوده إنه هو بيبدأ القلب يدق بصورة أسرع شوية عشان يعود الخارج منه أقل فهو بيدق أكتر عشان يعود ده بيبدأ إنه بيحصل ضربات قلب مش منتظمة أو ضربات قلب سريعة ممكن يحصل نهاجان ممكن يحصل الحالة إرهاق وهبوط وكده وده شدتهم بتتوقف على شدة مرض الصمام مثلا في الصمام المترالي لو حصل ضيق شديد بيحصل احتقان في الرئة ونهاجان ممكن مثلا تلاقي المريض يقوم من نوم بالليل على كرشة نفس مش عارف ياخد نفسه لما تبقى حالته شديدة من إصابة في الصمام المترالي مثلا برضو من ضمن الأعراض أو الأمراض بتاع الصمامات الارتجاع الارتجاع ده وبرضو نتخيل إن المفروض القلب مثلا يطلع مثلا سبعين ملي دم في الدقة الوحدة فهو بيطلع سبعين يرجع منهم مثلا عشرين ففي الآخر الخارج هو خمسين فأكيد ده أقل من احتياجات الجسم وبالتالي يبدأ الإنسان يعاني من أمراض الصمامات معنا تليفون أستاذ عبدالله الحمد لله زي حضرتك ممكن نتكلم من التليفون يا أستاذ عبدالله بلاش التليفزيون ما في يا دفتر ما في أقول لحضرتك أه أبني عبدالله من الصفة ليسكت من المقروض الثبثي أيوه ومستجد لوء التعبات في المطاصر بين ورجلين لجردك إنه مش عارف بذاكت وبيحف بجيء نفس بجيء في التنفس لجردك إنه هو يقول إن النفس بيبقى شارع من النحية الشمال من كتف الشمال عنده كم سنة لأستاذ عبدالله؟ عنده خمسة واربعين سنة؟ خمسة واربعين سنة آه طيب وعشرين سنة وعشرين إيه؟ خمسة وعشرين سنة خمسة وعشرين سنة أيوه خمسة وعشرين طيب بصي هو أولا أستاذ عبدالله اللي عنده خمسة وعشرين سنة ده إحنا الأول هنتطمئن على قلبه بموجات صوتية على القلب والإيكو نشوف هل هو فيه حمى روتزمية جيت له قبل كده وأثرت على الصمامات أو فيه نشاط روماتيزمي أو مفيش النشاط روماتيزمي برضه هنعمرفه بسرعة الترسيب ولو هو كان بيجي له التهاف الحلق متكرر في السنة مثلاً 3-4 مرات لا يحاول أنه هو يحافظ على نفسه ما يتعرضش البرد يأكل أكل اللي هو فيه فيتامين سي يشرب اللمون أو برتقال الحاجات اللي فيه فيتامين سي كلها يشرب سوايل كتير يأكل فاكهة يأكل خضار يتغذى كويس ما يعدش في مكان مع حد مصاب بأي عدوى ما يعدش هو لو جاله التهاف حلقه ما يعدش مع حد عشان يعديه وهو 25 سنة المفروض رجل كبير هو الأول بس نثبت أنه هو عنده روماتيزم ولا ما عندوش ومش كل ألم في المفاصل فهو روماتيزم اللي هو روماتيك هارت اللي هو روماتيزم على القلب لا ألم المفاصل لها أسباب كثيرة جداً ومتعددة منها أمراض المناعزة الروماطايد والزئبة الحمراء وأمراض كثيرة ممكن يكون التهاب عادي ممكن يكون خبطة في المفصل ممكن يكون حاجات كثير جداً أمراض كثير ممكن تتسبب في التهاب المفاصل التهاب المفاصل بيبقى جزء من الحمى الروماتيزمية على القلب يعني بيشكل تقريباً 50% من اللي عندهم حمى الروماتيزمية على القلب بيجي لهم التهاب في المفاصل بيبقى لها خصائص معينة أنها بتيجي في المفاصل الكبيرة مفاصل الكبيرة يعني زي الركبة زي الأنكل زي الكتف زي الكوع زي الرست ما يجيش فيه الصوابع السويارة ما يجيش فيه مفاصل الصوابع لا زي دي لا يجي كده هنا هنا يجي في الكتاف يجي في الفخت وأنه هو المفاصل دي متنقلة يعني بيجي في الأول مثلا في مفصل الرجبة يتنقل يروح مفصل الرجبة التانية يطلع في الكتف وهكذا وعلامات الالتهاب بتاعتها بيبقى فيها إحمرار بيبقى فيها ورم بيبقى فيها التهاب بيبقى فيها ألم لما جي أمسكها مش مجرد ألم فقط فهو بالنسبة للألام اللي بيجيله في المفاصل ده ممكن تبقى نتيجة حمى روماتيزمية وممكن تبقى نتيجة التهاب في المفاصل لسبب غير روماتيزم القلب لكن النصيحة أن أنت عشان نتأكد إذا كان هذا روماتيزم في القلب أو لأ هنعمل إيكو هنعمل سرعة ترسيب وإذا كان بيجيله التهابات كتير في زوره أو في الحلق اللي هو اللوز ممكن هنعرضه على دكتور أنفو أذن وناخد سبل الوقاية لعدم تكرار هذا إذا فشلنا في عدم تكرار الالتهاب ده ممكن نلجأ نحن نشيل اللوزتين لو هي سبب في حدوث هذه المشاكل تحت أمرك يا أم أيمن نرجع لموضوعنا وهو صمامات القلب إذا ما اتفقت كده أن ممكن الارتجاع ده اللي أنا بفترض أن أنا المفروض القلب مثلا بيطلع سبعين ميلي دم في الدربة الوحدة لو هو طلع السبعين ورجع منهم تلاتين يبقى كن المحصلة أنه خرج أربعين الأربعين دول هيقللولي كمية الدم اللي رايحة للجسم وكمان بيزود الحمل على القلب يعني القلب بدل ما هو بيستقبل في كل ده مثلا سبعين ميلي بقى سبعين زائد التلاتين اللي راجعين بقوا مية فده بيعمل أوفرلود فوليوم أوفرلود الفوليوم أوفرلود ده أنه هو القلب بدل ما هو شايل سبعين بقى شايل مية ده حمل عليه الحمل اللي عليه ده بيؤدي إلى حدوث زي ردود فعل من القلب نفسه هنعرفها بعد ما نرد على الأستاذة سعادية أهلا وسهلا أهلا بك يا دكتور أهلا بك الله يصبح حالك يا رب جعله من حسنات الله يخليك يا ستي أنا بصد دكتور أنا تأثني بارح بمفاصل تعبتنا قوي تخطحه عن المتبكنات كده بس كات مسخنان فأنا عندي عندي قصدرة في الآرض يعني اه فأنا مش قادر أخذ نفسه خالصة فأنا مش عارسة أعمل إيه دكتور عندك كم سنة يا وسهلا سعادية نعم عندك كم سنة 5 و 50 اه وإنت بتشتكي من قلبك من زمان ولا ده جديد عليك لا بقى لي سنة كده سنة واحدة وبالنسبة لمفاصل جديد من زمان ولا جديد عليك المفاصل المفاصل البجعاني هي كتبت بتوجعني بس ما كانتش بتسخنني كده المرات بتسخنيتني خالص يعني ايه بتسخنك يعني عندك حرارة سخنة اه خدتني لا أنا دي وقت بقيت الحمد للانا ما خدت المزكنات يعني مفاصلك اللي سخنة ولا أنت حرارتك اللي زيادة حرارتك عالية عندك حرارة عندك حمى عضمي عضمي واجعني يا دكتور عضمي واجعني خالص عضمي كله لا ايدي من عندي ايدي كده ماشي تحت امرك يا استاذة شكرا يا دكتور شكرا اسمعيني 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 حاضر هو طبعا يعني هي الاستاذة لازم احنا برضو بنعمل فحص قلب نشوف القلب احباره ايه هل فيه فعلا روماتيزم ولا مفيش فيه وانحنا بنشوف اللي هو المفاصل بتاعتها دي بنقعد نتناقش معاها هل هي المفاصل برضو الصغيرة ولا الكبيرة وهل هي فيه علامات التهابات كبيرة كتيرة ولا مجرد ألم هل هي مثلا عندها شاشة أعظام ولا لا وكده غالبا غالبا يعني فيه احتمال يكون روماتيزم قلب بس قليل ليه بقى لان روماتيزم القلب نشاطه بيجي من سن 5 ل 15 سنة بيجي من سن 5 ل 15 سنة نشاطه اللي هو الالتهاب الحاد في القلب الالتهاب الحاد في المفاصل الالتهاب ممكن فيه التهاب في المخ اللي هو بيعمل حاجة اسمها كورية اللي هي حرقات بتبقى غير هادفة وحرقات فجائية في الجسم نتيجة الالتهاب فيه جزء من المخ بيبقى فيها بعض الالتهابات في الجلد بس نسبتها وليه اللي بتبقى 10% أو أقل وفيه حاجات 5% فمش لازم نشوفها في كل المرض دي بتحدث عشان يا أستاذة سعادية من 5 ل 15 سنة اللي هو النشاط اسمه الاكتيفتي النشاط الروماتيزمي النشاط الروماتيزمي أو الروماتيزم الحاد ده ممكن يخف تماما وممكن يسيب بعض الشيء ما بيسيبش ديفورمتي في المفاصل يعني ما بيسيبش تشوهات في المفاصل زي أمراض تانية يعني أنا ما بيخف المفصل بيرجع مية مية ولا أكنه تلمس لكن القلب اللي ممكن يترك فيه أو يسيب فيه ارتجاع بقى أو دي أو كده وما يبانش غير أو ما يبانش أعراضه هو يبان لو راحت للدكتور لكن هو لو ما راحتش للدكتور هبان أعراضه ممكن في سن أكبر 50 أو كده فطبعا لازم حد يشوفك وغالبا واجع المفاصل ده بيبقى نادر لو هو حمر ومتزمي يجي فوق 50 ممكن بس نادر لكن أعتقد أن فوق الخمسين ده والمفاصل اللي واجعتك ده ممكن تبقى شاشة عظام ممكن تبقى مثلا بعض الشيء بقى نروح لدكتور روماتيزم مش دكتور قلب أرجع تاني المرجوعنا وقلتلكوا أن المفروض الدم اللي هو بيخرج مع كل دقة قلب لو افترضنا أنه 70 وفيه ارتجاع فالصمام هيرجع تاني ساي 30 30 دول يعني خرج 40 بس فده يبقى نقص نقص انداد الدموي وهيتبقى 30 التلاتين على السبعين اللي فاتوا أو السبعين اللي هيجوا جداد دول هيبقوا 100 المية ده القلب مش بيقدر يستحملهم فبيبقى يعمل ردود فعل هقولها بسرعة ردود الفعل أن عضلة القلب بتبدأ تطول 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 بتطول عشان الانقباض يزيد عشان تقدر تطلع المية ميلي اللي هو المفروض هي تطلع 70 اللي هي عايزة تطلع المية فتطول مرة أو في الأول بتقدر فعلا تؤفركم الفوليوم ده اللي هي تقدر على الفوليوم ده ما عليش أنا فيه اتصال وكل ما قول حتى دي نرجع تاني ألو سلام عليكم ازيك يا أم أحمد كيف حالك الحمد لله الحمد لله يا دكتور أنا عندي 54 سنة أهلا وشالة الغدة الدقيقية من 7 شهور ومن يوم عضل غير النهاردة يا دكتور ما الزبط ليش حال قاعدت تجلي ضربات قلبي سريعة وحلقة تفتتت في كل أمور حياتي وبعدين عملت إيه كو وعملت رسم قل بطلع مفيش حاج بس الوقت بيجي لبقى نسي دماغ عشر من وراء كده وخنقى في شدري وضربات قلبي تزيد تزيد في وقت معين ولا إيه جسم جسم سخن كلاته ومن صبع رجل لغاية راسي من فوق حاجة بيه المسدولة كده والمواطدة بكرر عليها طول النهار يجي 15 مرات تحت أمر بص يا أستاذة أم أحمد هو الغدة اللي هي سمية اللي هي بتفرز كتير اللي انت بتقوله ده كله أعراضه اللي هو دربات القلب السريعة والصهب حللتنا كمسلت الغدة ما أنا هكملت فأنتي شلتيها خلاص فأنتي لازم عشان نتأكد أنها تشالت مظبوط بنحل الغدة نشوف فعلا نسبة الغدة مظبوطة ولا مش مظبوط حللت برافو عليك حللت وطرع كويس آه آخر حاجة يعني كان الأول مش مظبوط والقرعة كانت زيدة كنت باخد 100 وبعدين 50 100 على طول كل يوم دكتور مقلل هذا أنت برافو عليك عندك ثقافة كويسة يا أمو أحمد آيوة باخد يوم 100 ويوم 50 للوقت فالتحليل عاملان بارح الغرعة الضبط وعملت تحليل كالسيوم وكل حاجة الحمد لله الضبط هو طبعا اللي بيزبط الغدة هو دكتور الغدد الصماء آه وانتي اللي بيني وبينك أنا كدكتور قلب الرقم بتاع تحليل الغد هو زبط يبقى احنا كده ماشيون في المصبوط ساعات بيزبط في الإطار يعني مثلا ساي ساي يعني مثلا التحليل مثلا يقولك من واحد لعشرة وانا عندي ضربات قلبي سريعة هو طبعا تسعة ما خليه تلاتة ما هو تلاتة برضو سليم اخليه أربعة اخليه خمسة ده واحد رقم اتنين ان انت احتمال انت بتقولي عملت ايكو وعملت رسم قلب طلع سلام فهنعمل حاجة اسمها رسم قلب هولتر 48 ساعة ده بيبين اكتر اللي بيحصل لك ايه واللي الدكتور معرفش يشوفه في رسم القلب العادي وانتو قدامه فبتعمل رسم القلب 24 ساعة ده بتقدري بيه نعرف ايه نوع الضربات اللي بتجيلك وبتجيلك ليه وازاي احتمال يكون عندك مرض تاني غير الغدة مأثر زي مثلا ارتفاع ضغط دم وارتفاع ضغط الدم اه هيضخبط ضربات القلب وهيعملك صهد في راسك او صداع او كده فانت لو عندك ضغط ازبطي لو ما عندكيش ايسي ويمكن يطلع هو السبب عالي ويزبط واحتمال يكون في حاجات اخرى بس الاول هتعمل هولتر وتقيسي ضغطك واللازم يكون الغدة مصبوطة وان شاء الله كلها يبقى كويس معايا الاستاذة منال ايوة ايوة يا دكتور ازاي حضرك الله يسلمك يبارك فيك يا دكتور قل لي حضرتك انا عندك نشكي من ايدي ورجلي ناشر جامل السلام ده كانوا وانا في كلنا صغير يعني في سنة حوالي 30-35 سنة بعد كده ربط كشفته دكتور عظام قال لي ده روماتزم أدني روماتزم أدني فقال لي يعني حاولي ليك ما تفضيش تشتغل كتير أو تعمل كتير عشان دعتي كده تقضي في ركب ومفاصل وذاتهم كل ما بيروح بيطلع يعني وصل لحد دكوعي وقال بي لو طلقت في اللمتين هم نفسي في المات أنهض أنهض بطرعة فلما عملت أشاعة قال لي لانت عندك صفيرة مزوجة في الألف فأنا مش عارف حضرتك يعني ايه المطلوبة عمليه دلوقتي لا ألف السلام على حضرتك أولا قصة الضفيرة دي قصة وألام المفاصل دي قصة تانية هنرجع تاني نقول إنه مش كل ألام المفاصل هي روماتيزم على القلب عندي مرض اسمه روماتيك هارت ديسيز المرض اسمه روماتيزم على القلب ألام المفاصل لها أسباب كثيرة جدا منها الخشونة منها التآكل منها السن منها النقص الكالسيوم منها هشاشة العظام منها التهابات كل أنواع الالتهابات المناعية والالتهابات الفيروسية والبكتيرية وتروما يعني حد تخبط أو حد أصيب بشكل أو بآخر جلوا جزع في المفصل فالمفاصل مش لازم أن هي يعني روماتيزم على الروماتيزم اللي هو الروماتيك هارت مش لازم خالص يعني مش كل حد مفاصله هتوجعه هنقوله أنت عندك القلب أو عندك روماتيك هارت لا فهو فيه بقى ورك أب لبتاع العظام أو الزملاء استشاريين العظام أو الاستشاريين الاميونولوجي أو استشاريين الروماتولوجي فدول وبرضو العلاج الطبيعي فدول لهم ورك أب كامل بالنسبة لي أنا لما أنت تطلع السلم وتنهاجي أنت عندك كم سنة وإنت عندك ضغط أو سكر وإنت بتطلع كم دور وإنت ده جديد عليكي ولا كان طول عمرك كده انغلاق الضفيرة اليسرى ده هو فيه انغلاق ضفيرة يسرى أو يمنى انغلاق الضفيرة اليسرى لابد أن نبحث عن سببه ما نسبهاش كده لو أنت بيجيلك واجع في سدرك لو أنت عندك سكر عندك ضغط لازم تمشي في اتجاه الزبحة والشريان التاجي وكده لإن انغلاق الضفيرة ده علامة كبرى من علامات ممكن اللي هي الزبحة أو كده وممكن بقاش فيه زبحة ولا حاجة بقى فيه تراهل في عضلة القلب ساعات الايكو بيطلع ان هو لسه ما فيش حاجة بيبقى هو زي مرحلة مبكرة لتراهل عضلة القلب الضفيرة اليسرى لو انغلاقها ده حاجة لو نتيجة شريان تاجي بيبقى نتيجة جلطة لكن لو نتيجة تراهل ممكن يبقى في بداياته لسه أو 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 الضفيرة اليمنى ممكن تبقى سبب برضو كسور شريان تاجي أو ممكن تبقى طبيعة تبقى طبيعية فالضفيرة دي هي اللي تهمني أمرها وهو اللي يهمني ان انا اعرف ايه سببها وهو اللي يهمني ان انا امشي وراها واشوف راحت فين وجيت منين وكده تحيات يا سيتي هنا بقى السمام لو فيه ارتجاع بيحصل حاجة اسمها volume overload هقول بسرعة جدا ان كمية الدم بتبقى اكتر وكمية الدم الاكتر دي بتبقى حمل على القلب volume يعني حمل كمية دم اكتر فالقلب بيحاول يكمبنسات يحاول يوائم نفسه على هذا القمر بان هو يحصل استطالة في الخلايا العضلية في حدود لو زاد عنها بيبدأ يحصل تمدد وترهل وضعف لما بيحصل ضعف عضلة القلب بتبقى علامة مش كويسة فعشان كده المفروض احنا بنقيم حالات الصمامات على اساس درجة الاصابة الارتجاع او الديء والسبب يعني ما ينفعش مثلا واحد مثلا جاله روماتيزم في القلب وهو ادى به لديء في الصمام وبعد سنتين يجيله تاني روماتيزم يزود اكتر القصة فانا لازم لا الشخص ده انا ازاي هعمله وقايا عشان ما يحصلوش تاني اللي هو الروماتيزم بتاع القلب ده وازاي اقيم الحال اعرف انا درجة ايه هل انا درجة متوسطة ولا او بسيطة او متوسطة او شديدة وبناء عليه ببدأ ادي علاجات مبنية على مثلا هل فيه زبزبة او زينية معاها ولا ما فيش هل فيه احتقان في الرئة هل فيه وصلنا ان فيه احتقان عام كل ده هل فيه ارتفاع في دغشان رئوي كل ده بنبني عليه خطة العلاج خطة العلاج بتختلف نعم بتختلف بتختلف طبقا للي انا قلته من شدة التأثر او شدة المرض وسببه وتأثيره على القلب وعلى الجسد بنوصل الاول في مرحلة ان احنا بندي علاج لو الامور بسيطة خالص بس ممكن ندي علاج فقط وقائي ندي فقط علاج وقائي العلاج الوقائي ده في صورة اننا بمنع حدوث الحمى الروماتزمية مرة اخرى اننا بمنع حدوث التهابات القلب اللي هو الانفكت في اندوكاردايتس اننا في بعض الماينور بروسيدجور بدي مضادة حيه او كده بالرغم ان هي المرشدات العالمية بدأت ما تديش المضادة الحيه وده بس اعتقد معظم الزملاء في مصر بني بدي خوفا من التهابات او الميكروبات او كده اننا بعد يبقى الوقاية والمتابعة وبعد كده لو الامر زاد بقى اكتر او كده وفي اعراض ببدأ اعالج الاعراض دي الاعراض دي ممكن تبقى صورة ضربات قلب مش منتظمة او زيادة بعالجها ممكن تبقى صورة احتقان رقوي شديد او قليل بعلجه الاحتقان الرقوي بنعالجه بمدرات البول غالبا بعد كده ان الامر لو بقى شديد لازم وقتها بيحصل تداخل تداخل بالنسبة للصمامات كل يوم فيه جديد كل يوم فيه حديث كل يوم فيه بنريح المريض اكتر بالنسبة للصمام المترالي فيه صمام لو ديء بدرجة معينة وبشكل معين بنبدأ نعرفه عن طريق الموجات الصوتية على القلب او لالايكو ممكن نعمل العملية توسيع الصمام المترالي بالبلونة وده بيبقى اسهل كتير للمريض من عملية القلب المفتوح لانه هو بيبقى زي وزي القسطرة بتبقى مفيش بنجي مفيش بنجي مش عشان احنا بنعز بالعيال مفيش بنجي عشان مفيش وجع مفيش فتح بالمشرة مفيش حاجة فيدوب مجرد زي فتحة القسطرة مفيش فتحة اصلا ده زي حقنة زي سن الابرة بتاع الحقنة بالزبط فقط بنخش بنوسع الصمام المترالي ده وبيبدأ العيان يقدر يعيش به فترات طويلة وهو سليم معافة وبيتابع برضه وبرضه في نقطة دايما انا اقولها ان في علاجات بتأخذ معه او بعد العمليات سواء القسطرة او القلب المفتوح المريض بيهرج في بعض الاحيان وفكر نفسه انه لما يعمل العملية خلاص خف تماما هنا العملية اللي هي بتاعة التوسيع التصمام المترالي بالبلونة ده عملية ليها نسب نجاح وليها متابعة وكده وليها يعني مش كل المرضى ينفحهم التوسيع بالبلونة يعني الصمام المترالي لو ديء ومعارض تجاع شديد ما ينفعلوش توسيع بالبلونة سنة المترالي لو فيه تكلس شديد حاجات كلها علمية اكثر منها ان انا اقولها لحضراتكم ما ينفعش التوسيع بالبلونة لو ما نفعش التوسيع بالبلونة والحالة شديدة بنبدأ ان احنا نتجه للقلب المفتوح وبنعمل استبدال للصمام وطبعا استبدال الصمام فيه منه كذا فيه الصمام اللي هو النسيجي وفيه الصمام اللي هو الصناعي الصمام النسيجي افضل يعني كل حاجة لها مزايا وكل حاجة لها عيوب ان احنا بس ممكن نستغنى عن ادوية السيولة ما بتبقاش كاملة في النسيجي في الصمام اللي هو الصناعي هنا بقى بيبقى بناخد دواء اللي هو بناخد ادويتنا عادي طبقا لما الدكتور يقول وتبقى للمتابعة لكن هنا فيه دواء دايما احب الفت النظر ليه ومن انسهوش ابدا وهو دواء السيولة دواء السيولة اللي هو الوارفرين سوديوم ده اسم العلمي الوارفرين سوديوم ده مرض دواء لا يوجد سواه لمرضى صمامات الصناعية في القلب الدواء ده بناخد دواء سيولة في مرضى الصمام الصناعي لان الصمام الصناعي ده جسم غريب على الجسم الانسان لو ما خدناش دواء سيولة ممكن يتجلط او يحدث عليه تجلط تسد الصمام او تؤدي الى حدوث جلطات في اي مكان في الجسم او ان الصمام يقفل وبالتالي لابد من ان احنا بناخد دواء اسمه الوارفرين ودواء الوارفرين ده السادة المشاهدين اللي بيسمعوني اكيد فيه منهم ناس بتاخد ماريفان وعارفة كده كويس الدواء ده عنده مشكلة رهيبة المشكلة الرهيبة ان هو زبطه مش حاجة سهلة زبطه الجرعة زبطه الجرعة بيختلف من شخص لشخص وبيختلف في الشخص نفسه من فترة لفترة عشان كده انا عشان اصبت جرعته باخد وقت وباخد مجهود والمريض بيبقى مش مبسوط قوي والدكتور بيبقى خاف على المريض فاحنا بندى الدواء ده اللي هو المريفان بجرعة ونبدأ نحلل بعد ثلاث اربعة ايام اسبوع ونشوف الجرعة وصلت لايه لو انا مركب صمام صناعي ولسه اللي هو التحليل بتاع السيولة الول اي ان ار ما جابش اتنين او لسه واحد او كده ممكن ندى في المرحلة دي حق انهبارين عشان تشتغل لانه هو لسه ما جابش نتيجة مثالية النتيجة المثالية اللي هي من اتنين ونص لثلاثة دي عشان تطلع في الصمامات لازم اوصل لها وبعد ما اوصل لها انا خلاص وصلت النتيجة المثالية دي ابدأ ان انا احلل كل شهر عشان اتابع لان الجرعة لو جابت نتيجة زيادة ممكن يحصل نزيف ولو جابت نتيجة اقل من المرجوة او اقل من اللي احنا عايزينها ممكن يحصل جلطات فالميزان ده ميزان حساس هو يعني نقول عليه سهل وصعب صعب لو المريض مش متابع المريض بيزهق او كده وسهل لو المريض واخد الموضوع البساطة والدكتور واخد الموضوع البساطة ونحلل بالراحة ونتابع وساعات كتير قوي انا بعمل الخدمة بتاعة الضبط ال INR دي عالوقات سقاب عشان المريض ما يكلفش نفسه اللي جاي من الصعيد ولا اللي جاي من الدلتة عشان انه هو ييجي بس يوريني تحليل السيولة ويروح بيبقى حرام فبيبقى ايه هو بيبقى يكتب بياخد ماريفان قد كذا والتحليل بتاعه كذا وعمل عملية كذا وبنقدر نزبط الجرعة من خلال يعني تطبيق الواتس ايب او 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 بعد كده عندنا ايه بعد كده عندنا بعض الامراض الاخرى زي الصمام الاورطة ده في حاجات كتير جد وجديدة جدا هتسمعوها بعد ما نسمع الاستاذة امات الله ازايك يا استاذة امات الله سلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بعد ابنس ممكن اكلم حضرتك انا عندي ضغطة دراكية اه وبقالي دلوقتي يعني من دلوقتي بقالي كان 11 سنة وهي عندي ايه اقول لها عليك تروكسين وكده وبعد كده روحت الدكتور تاني يعني روحت الدكتور تاني ودلوقتي انا بحس بالمدماغة من ورا كده المدماغة تقيلة علي وعندي ضغطة دايما زيجيلة على طول وبحس ان المدماغة من ورا كده سيلاقي كنفاها مية وتقيلة اه وبس وعدي يعني انا بتحرد كتير وكده فانا خايفة يعني اه ماشي يعني هو حضر لك شكوتك الغدة عمنا لك دربات قلب صح كده لا دربات قلب لا ما عنديش دربات قلب اعمال ايه اكتر شافة بشتكيها يعني ترأول في دربات قلب او بس بعد ما زبطت الدنيا كويسة طب هو يعني هو الغدة الدرقية بتأثر على القلب او بتأثر على القلب الغدة الدرقية الافراز الكتير بيزود دربات القلب وبيعمل كل انواع ضربات القلب اللي مش مظبوطة او السريعة الغدة الدرقية القليلة يعني لو افراز الغدة الدرقية قليل ده بيزود الكوليسترول وبيزود نسب حدوس الشراني التاجي وبيممكن يبطأ القلب الغدة الدرقية مفيش مانع ان يبقى حد عنده غضة درقية وفي نفس الوقت عنده القلب مش بسبب الغضة الدرقية فعشان كده احنا وإحنا بنفحص بنبقى عارفين ان الغضة الدرقية مؤثرة على القلب سواء بالزيادة أو بالنقص وممكن تكون أسوشياتي يعني حاجة يعني المريض مثلا ساي عنده رماتيزم على القلب وعنده غضة درقية فالأمرين مش ميشين مع بعض بس احنا بنعالج ده وده عشان المريض في الآخر يرتاح معايا تليفون تاني أستاذة نجلاء ألو ايوة 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 بس لو رجلي اقتصد تجيني فورا خانا رجلي بتسعادنا على طول انا عمنا حتى انت عندك كم سنة يا استاذة عندي 26 سنة 26 ودايما بيجيني نخصة كده بسدري وديكف التنفس على طول خانا انا رحت الحجنة فرجلي بتسعادتين فما رفتش بالضبط طب احنا عايزين نبتفق انت عملت ايوة على القلب ما وجدت سوتيه على القلب ايو انا عملت عملتش على جلبه يعني فكرة جلبك مفيش هذا ده هي روماتيزم في القلب حتى لو بسيط وفيه تأثر ولا مفيش حاجة تفرق لو فيه ممكن تاخذي حقن الطويل المفعول فترة اطول لكن لو انت القلب سليم تماما 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 وانت عندك 26 سنة خلاص ممكن توقف الحقن عادي اقول تاني احنا دلوقتي المفروض الروماتيزم يعني نسبة حدوثه الكبرى من 5 ال 15 سنة وبتقل كل ما السن يكبر فمثلا انا لو انا عندي حد مريض جاله روماتيزم على القلب وممكن روماتيزم انا متأكد ان جاله روماتيك هارتم روماتيزم ومش مؤثر يعني ما سبش ضيء في صمام او ارتجاع في صمام او كده ممكن اديله طولي المفعول لغاية 21 سنة لو هو سايد تأثير في صمام لا ممكن اديله حتى يعني ما فيش مانع ان فيه بعض المدارس بتدي على طول مدى الحياة لو فيه صمام مترالي داية او صمام اورطة داية او بارتجاع ممكن ندي مدى الحياة ما فيش مشكلة بس المهم ده طبقا للاكو 25 سنة المفروض الروماتيزم ما يجددش يجدد بنسبة اقل فده يعني نعمل ايكو ونقرر عشان بس اقول لكو يعني اخر حاجة في الجديد في 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 العلاج الصمامات ان هي في بعض الاحيان بنجد ان مرضى كتير مع السن بيزيد نسبة حدوث دي الصمام الاورطة مع السن يعني مع السن يعني مع ان احنا الخدمات الطبية بتبقى احسن فالناس بتعيش فترات اطول بتوصل لسن السبعين والثمانين والتسعين كل ما السن بيجبر بيبدأ يحصل حاجة اسمها تكلس وديء في الصمام الاورطة دا وكان دايما في السن الكبير بيبقى خايفين من عملية القلب المفتوح او كده وخاصة في التمانين والتسعين وكان الصمام الاورطة دا لما يبقى دايق ديء شديد بيبقى نسبة الوفاة فيه عالية جدا فطلع اللي هو استبدال الصمام الاورطة من خلال الاسطارة الاستبدال الصمام الاورطة من خلال الاسطارة دا عمل نقلة كبيرة جدا في عالم العلاج الصمامات وهو بينتشر كل يوم وبيسهل حدوث هذا الامر اسهل كتير من القلب المفتوح والبنج وكده وفي النهاية دايما الوقاية خير من العلاج ونقول ان احنا نقي نفسنا من حدوث اللي هو الحمى الرومتزمية اللي ممكن تسبب الصمامات ودايما الاعراض المبكرة نلجأ بها للطبيب وخالص تحياتي دكتور احمد البرباري استشاري القلب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته